إذا بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقول هذه من أجمل القواعد اللي يمكن تستخدمها في حياتك قاعدة التجاهل لأن فيه منها الناس ناس مثل سلاب المرحام تنبح على المزبل والمزفي والقريب والبعيد وإنسان كل نابح أنت بترجع له وتأذبه ضاع وقتك وستثرت مشاكلك ودائما من ذلك الشخصيات ما تجد عنده رادع من دين ولا عقل ولا مرؤة وليس لديه ما يخسر أصلا غارق في الوحل ليس لديه سمعة يخشى عليها ولا يدود عنها فلتكون أنت الخاسر في الأول والأخير على قول علي بن الجهم يقول بلاء ليس يشبهه بلاء عداوة غير ذي حسب وديني يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصون غير أن مشكلتك مع الصغير هي مفتاح مشكلتك مع السبير لأن من إن شاء الله الدنيا والناس ما يمشكلهم إلا الجهل أو السفا هم شراءة العداوة فحذرت ناحية واحدة من المهابيل عن الجهالة خل عقلك مكبل حتى ولوه من حساب الدعابيل سلتوه حين مثل الحمار المسبل لا سبرت الدعوة تجر الرجاجين ما يشبه الأقال غير المهب